مباراة السابت ان شاء الله حكمها الأسيوبي بملاك تسيمة وده 37 سنة حكم في خادل شرعة دولية بالضبط في 2009 يعني من 8 سنين بالضبط وحكم دولي أدار 7 مباريات هذا الحكم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم هذه المرة أدار 10 مباريات سابقة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وحكم أيضا 8 مباريات في التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية بالإضافة إلى مباراة واحدة في بطولة أمم أفريقيا عام 2015 ومباراتين في النسخة 2017 حكم عنده خبرات جيدة جدا عنده شخصية طاغية في الملعب بيحب يسيطر على مجريات اللعب يمكن أدار مباراة واحدة للنادي الأهلي قبل كده كانت أمام البنزرة التونسي وانتهت بالتعادل بدون أهداف في ذهاب دوره 16 لأبطال أفريقيا في نسخة 2013 يعني الرجل من أربع سنين أدار مباراتين للنادي الأهلي قدام البنزرة واللحاقة الأحمر فيها أو اللحاقة فيها كابتن محمد يوسف الفوز بهذه البطولة وحكم أيضا مباراة للأهلي أمام الأفريقي التونسي سبق لتزيمة أن أدار ثلاث مباريات للمنتخب الوطني المصري الأولى كانت قدام غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 انتهت بفوز منتخب مصر أربعة اثنين المباراة التانية اللي حكمها للمنتخب المصري تسيمة كانت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 وكانت قدام بتسوانة وفاز فيها منتخب مصر 2-0 حكم عنده خبرات جيدة جدا عنده زي ما قلتلكه شخصية في كل الأحوال التركيز الشديد دايما في الملعب كل اللعيبة مطالبة بكده ولعيبة الأهلي أميز ما يميزها في هذه البطولة الخبرات ما شاء الله عندنا خبرات عالية جدا عندنا لعيبة تقيلة في الملعب عندنا لعيبة تقدر تتعامل مع مجريات المباراة عندنا بجانب كل ده وربما قبل كل ده عندنا سلاح قوي جدا وهو جمهور الأهلي يا جماعة شكل الإستاد شكل إستاد برج العرب والملعب بالكامل متقفل أحمر بهدير هذه الجماهير الوعية والرائعة جدا ده سلاح قوي جدا اللي أهل مصر الكاس العالم جمهور مصر واللي فاز للأهلي على النجم الساحلي هذا الفوز الكبير جمهور مصر جمهور النادي الأهلي لأنه هذا التأثير يا بشواندس في الملعب أنت كنت في الملعب مش بس حتى في الضغط على المنافس لا في تهيئة لعبتك لا أنت بالضبط كده كثيرا كثيرا ما يتأخر الهدف ويا رب ويا أهلي يعني بيتخليك على طول عندك أمل من إحساس الجماهير بيتخليه عندك ودافعية طبعا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى أنه يكلل كل هذه الجهود في المدرج والجهود اللي في الملعب آه أنهم يتوفقوا مع بعض لكن آه أنت كنت موجود وبمجرد منطلقة المباراة وابتدوا جمهور ضحيمة جمهور ضحيمة أنت قلت لي طفال وراح جاي الجون أنت قلت لي أن لعبت النجم يبلمه آه طبعا لأنه أنت أنت متخيل أنه أي لحظة جمهور الأهلي يشعر أنه المنافس ميسي كوركورا تبص تلاقي الجمهور بهتاف رائع جدا كله فريق كبير فريق عظيب ده الإيقاظ بقى ده اللي بيخلي اللعب جوه الملعب طاقة إيجابية جبارة ترجمة نانسي قنقر